أبو فراس من اليمن يقول رزقت بمولود سميته محسن على اسم خالي الله يحفظه لأنه كان دائما يقف معي في كل مشاكل لكن أبي الله يرحم و يحسن إليه لم يرضى بهذا الاسم قال سميه إلياس و أنا صريت على اسم محسن وسجلت في الأوراق محسن هل هذا عقوق أم ماذا و كيف أكفر عن ذنبي وأبي قد مات بعدما خلق محسن بسنة و نصف يا أبا فراس من اليمن بارك الله فيك و أصرح الله لك الذرية و النية أخي الفاضل هذا لا يدخل في العقوق هذا لا يدخل في العقوق فإذا كان الوالد يرغب أن تسمي ابنك باسم معين يعني من الأدب أنك تستجيب للوالد ما دام أن هذا الاسم لا يحمل محذور شرعي ليس معبد غير الله و ليس فيه تزكية أو ليس اسما قبيحا مثلا يعني من الأدب ما دام أن الوالد يرغب ذلك شيء طيب أما أنه يدخل في العقوق لا ما لا علاقة بالعقوق الأصل أن الذي يتولى تسمية الولد هو الأب الأب هو الذي يتولى ذلك ما أدري عادة أنت ما ذكرت هل والدك بينه وبين خالك خلاف مثلا و ما رضي هذا يعني كان الواجب عليك أنك تستجيب لوالدك من باب الأدب يعني من باب الأدب و ليس هذا ما لا علاقة بقضية العقوق و اسم محسن طيب و كونك سميت على اسم خالك و خالك يستاهد مثل ما قلت أنت وقف معك في كل مشاكلك و يعني ساندك مثلا ما في بأس ولله الحمد و ليس من العقوق